السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم النهاردة معانا في مؤسسة الحوار للدرسات والبحوث الإنسانية النهاردة إن شاء الله بنائش دور الأمن في دعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات والتنمية في مصر لا شك أن الاستقرار الأمني هو الأساس في تحقيق أي تنمية اقتصادية وفي تحقيق الدعم لكافة فئات المجتمع علينا أن نرى حنكلم بأسلوب عملي عشان الوقت أصير علينا أن نرى كيف نجح الإصلاح الاقتصادي في مصر رغم تألم فئات كثيرة من الشعب لأن هذه الفئات وثقت في قيادتنا وثقت في الأداء وتقبلت الإصلاح الاقتصادي وكان للإصلاح الاقتصادي الأثار الجميلة التي نراها الآن أصبحنا نستطيع أن نوفر أي شحنات من الغذاء الاستراتيجي للدولة بتوفير الدولارات فوريا عكس ما كان يحدث قبل 2013-2016 النهاردة الأمن تورو تحقيق التنمية الاقتصادية نشوف العمال اليومية بتتحرك بأريحية وتروح أشغالها وبالتالي بتتكسب وتحيا حياة كريمة هذه العمالة لو لم تكن هناك مشروعات بنية تحتية ضخمة بمليارات الجنهات التي تستوعب عمالة كثيرة وتؤدي إلى علاج البطالة لو لم يكن الأمن موجودا ما رأينا هذا التقدم الجميل اللي أنا بسميه إعجاز وليس إنجاز وربنا يدمها علينا نعمة يا رب نعمة الأمن والاستقرار التحديات الحالية هنا يمكن عندنا مثال عمل لها وهو جائحة كورونا نرى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستقبل جائحة كورونا استقبال ذكي مميز واستطاع أن يتعامل معها بتوفير 100 مليار جنيه رغم قصور موارد مصر بصفة عامة إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يوفر 100 مليار جنيه لجائحة كورونا في نفس الاقتصاد المصري مع الدعم الأمني استطاع أن يدفع مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون مواطن مصري في الريف المصري يعيشون حياة أعتقد أنها حياة غير أدمية الاقتصاد المصري الآن يستقبل الأزمات ويتفاعل معها بزكاء وينتصر عليها بفضل الأمن لرجال الأمن العظماء في عدهم الجميل بنحييهم ونقول لهم شكرا أنتم أساس دعم الاقتصاد المصري وأساس انطلاق الاقتصاد المصري وأساس استمرار التنمية الاقتصادية في مصر لما تحققونه من أمن نشاهده في كل مكان وانتهى هذا الأمر بأن احنا شفنا أهلين نفسينا رجعوا خلال الفترة القصيرة يعيشوا في بيوتهم بأمن وأمان بعد أن تم القضاء على الإرهاب الأسود وربنا يأوي رجال الشرطة يا رب ببعت لهم رسالة في عيدهم ويقول لهم ربنا يأويكم وتستمروا على هذا العطاء وهذا الأداء وكلنا في ظهركم وبنائياتكم واندعمكم التنمية دائما لا تنجح إلا بتوفير الأمن رأينا ما حدث في 2011 من فوضى ولم يكن الأمن متوفر ورأينا كيف كانت التنمية تتأخر وتندسر رأينا أن الاحتياط النقدي لمصر قبل صورة يناير كان 36 مليار دولار بعد صورة يناير بسنتين الاحتياط انخفض إلى 16 مليار دولار يعني 20 مليار دولار من الاحتياط النقدي تم استهلكه في فترة قصيرة جدا ليه؟ لأنه لم يكن هناك أمن ليه إيه اللي حصل؟ لم يكن هناك تصدير لم يكن هناك إنتاج لم يكن هناك دعم للاقتصاد وبالتالي المجتمع ككل خسر 20 مليار دولار من الاحتياط الحمد لله مع الأمن مع جهود رجال الشرطة مع الاستقرار الأمني مع تقبل أفراد المجتمع للتنمية الاقتصادية الاحتياط النقدي بدأ يزيد بالتدريج إلى أن وصل أقصر مما كان عليه قبل 25 يناير كنا 36 مليار قبل 25 يناير اليوم إحنا 41 مليار وإن شاء الله في خطة التنمية الاقتصادية في نهاية هذا العام سنتجاوز إلى 42 مليار دولار الدعم الأمني برضو عايز أشير إلى حاجة مهمة جدا ترتبط بتحولات المصريين في الخارج ولدنا المصريين في الخارج لما بتزيد ثقاتهم في الدعم الأمني في البلد بتزيد ثقاتهم في الاقتصاد المصري بتزيد تحولاتهم النهاردة تحولات المصريين في آخر سنة وصلت 31 مليار دولار قبل الثورة لم تكن تتجاوز 20 مليار دولار هذه الزيادة تؤكد الدعم الأمني تؤكد دعم القيادة السياسية تؤكد سخط الشباب المصري العاملين في الخارج وفي الداخل في اقتصادهم المصري وفي الأمن اللي بيحقق لهم الاستقرار بقول لي رجال الشرطة أنتم نمازج مشرفة أنتم نمازج جيدة أنتم تحملتم العبء الأكبر في صورة يناير وما زلتم تتحملون بقول لكم استمروا على هذا الدعم وهذا الأداء وأنا أعلم أن الشرطة بتوفر شركة أمان لتحقيق التوازن للمستهلك البسيط في المجتمع بتوفير السلع في منافذ عديدة بسرع كويسة دوركم الاقتصاد كويس دوركم الأمني كويس لكن أنا بقول لحضركم رسالة تانية أرجوكم هناك حالات فردية بسيطة أرجوكم تعاملوا معها بزكاء ودربوا هذه الأفراد كيف تعامل المواطن حتى يكون مية في المية منكم كويسين داعمين للمجتمع وتزداد ثقة المجتمع بيكم وانحقق التنمية اللي احنا عايزنا إن شاء الله في ظل القيادة السياسية الزكية الواعية الداعمة قل الشعب المصري أنت شعب عظيم أنت شعب زكي استقبلت صورة 25 يناير بنجاح وتفعلت معها واستقبلت صورة 306 بنجاح ودعمتها وانتصرت فيها وحققت انتصارا عظيما ثم أقول استقبلت صورة الإصلاح الاقتصادي في 3-11-2016 وتفعلت مع الإصلاح الاقتصادي بزكاء وفاعلية ونجاح وكان لهذا التفاعل الأثر الأكبر في نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي نعيش الآن بعضا من سمارو لم تأتي سمارو كاملة بعد ولكن هناك بدايات عظيمة عندما نكون في إصلاح اقتصادي ونكون خارجين من صورتين ونستطيع أن نتعامل مع جائحة كورونا بهذا النجاح ونستطيع أن نقضي على فيروسي وبأن 30 سنة مش عارفين نقضي عليه وبتكلفة معقولة ونستطيع أن نطلق مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون نسمة والشعب المصري يتحمل ذلك بقول للشعب المصري أنت شعب عظيم الفئة الكبرى من الشعب المصري الغالبية من الشعب المصري تتعاون على البر والطقوة تتعاون في دعم القيادة السياسية تتعاون في دعم وزارة الداخلية وفي دعم قواتنا المسلحة وفي دعم الاقتصاد المصري في يوم 25 يناير سنة 1952 كان بعد الحرب العالمية الثانية حصل أن الشعب المصري انتفض ورفض وقام بمعركة أنه بيطالب بإلغاء معاهدة 1936 المعاهدة دي كانت معمولة لصالح الإنجليز ومصالحه الخاصة الشعب أدرك أن هذه ضد الشعب المصري وأنها أصبح خان قريب تقنقه فبدأ يتحرك من مكانه وتجهوا إلى بعد ما قاموا متحركوا من القاهرة وراحوا لمدن القناة علشان يدربوا في المعسكرات البريطانية لما راحوا في المعسكرات البريطانية وبدأوا يدربوا فيهم رغم أنهما معهمش أسلحة يعني تقابل هذه الأسلحة البريطانية الحديثة في هذا الوقت فبدأ الشعب المصري لأن الإنجليز كانوا بيدربوا في القناة وكانوا بيدربوا في المواني وكانوا بيهدوا في مدن فطبعا زادت الكفاح الفدائيين في مصر وبدأت الشرطة تدخل تحميهم وتدافع معاهم فطلبوا عندما زادت المعركة وطلبوا مطالبهم أنه ما لازم المعاهدة 36 تتلغي فتجهل رئيس الوزراء في ذلك الوقت وهو مصطفى النحاس رئيس الوزراء الراح أعلن في مجلس النواب بإلغاء معاهدة 1936 أدرك الشعب الإنجليز أن الشعب طبعا المصري بدأ يدرب أكتر في المعسكرات فالإنجليز أدركوا أن الشعب بيقوم بيزيد في كفاحاته ومكافحة وفي نضاله بنتيجة حماية الشرطة وكانوا ساعتها بيقوموا بالأسلحة بتاعتهم كان ضعيفة جدا كتعبارة عن بنادق قديمة في الرغم أن كان قصادهم الجيش البريطاني مع الأسلحة المعاصرة في ذلك الوقت وكانت طبعا أقوى منهم ومع ذلك قامت المعركة وبدأوا يضربوا فيهم ومات كتير قوي من الزباط الجيش المصري ومن الفدائيين ومن الشرطة من زباط الشرطة مات منهم كتير وتجرح كتير والزباط والجيش البريطاني رفض أنه هو حتى يعالج الجرحة من سقطه من المدنيين أو من الزباط الشرطة عشان كده الكفاح وحماية الشعب تحت حماية ودراع الشرطة المصرية من هنا بدأت قالوا ناخد 25 يناير لمكافحة الشرطة المصرية ودفعها وحمايتها للشعب المصري في ذلك الوقت ضد الاحتلال البريطاني بالنسبة لتأثير الأمن على المستوى الاجتماعي طبعا لاحظنا أيام الصورة شفتوا إزاي الجماعة الإرهابيين اللي ركبوا الصورة وغيروا اتجاهها وأصبحت ضد ضد مصر نفسها هتم مباني حرق قتل مؤسسات الدولة فبدأ فيه خراب لغياب الشرطة في هذه اللحظة لأنهم بدأوا يضربوا كمان فيه في المؤسسات الشرطة في الداخلية في الأقسام فبدأت الشرطة على قد ما تقدر أنها بتدافع وتدافع وترحمي الشعب التاحة واشتعب بلدها ثم بدأت بعد 30 يونيو لقينا استقر الأوضاع بدأت تستقر وترجع الشرطة وهذا من فضل الله ثم من فضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأنا ساعتها يرسخ يقف جنب شعبه ويسنده وبدأ يرجع ثقة الشعب لنفسه ثقة الشرطة لنفسها وعادت الشرطة تنهض من مرة أخرى واستقرت البلاد واستقر الأمن وبدأت بعد الاستقرار واستقرار الدولة وبدأ الدولة بدأنا أيضا نتجه إلى الاستراتيجية الوطنية والإصلاح الاقتصادي وتنمية المجتمع المصري في جميع مجالات الحياة حاليا فيه أمن وأمان واستقرار بنخرج ونشوف شغلنا واللي بيشتغل بالليالي سواء طباق أو ممرضات أو سيدات أو رجال فأيمين الشرطة باستقرار جامد جدا هقلنا الاستقرار هقلنا الأمن هعملونا نفس المواطنة حسين بيها حسين ده بلدنا وحسين بالانتماء لها وإحنا نفسنا بندفع عن الشرطة المصرية ونلاحظ حاجة كمان إن الشرطة بتقوم حاليا بنلاقيها في كل المجالات مصر في الإزاعة والتلفزيون تلاقي الشرطة بتحميها لأن ده برضو سلاح مهم جدا يحاولوا وقبل كده حاولوا ويعمل ثورة هلأي الشرطة موجودة في السياحة شرطة في النهرية شرطة في الاقتصاد شرطة في السياسة شرطة في كل مكان الشرطة بتحمي حتى المرأة فالشرطة لها أصبح بعملة فورتوكول مع المجلس القومي ل المرأة بتحمي المرأة والفتاة من التحرش بيستخدموا الشرطة أيضا التكنولوجيا والنظام الموزم معلومات هلأي دلوقتي أصبحت كل حاجة انت عايز شوف اللخصة بتاحتك عايز شوف مخالفات عليك نبتدي بتستخدم التكنولوجيا في حاجة كمان بتتبع المجني اللي هم الجناء فالشرطة لها أم استقرار دور مدني ممتاز حماية المواطن من الداخل والخارج والنفسي ويدي الواحد ثقة في نفسه ويينان في بيته أمان متطمن أن في عين باتت تحرص في سبيل الله المرأة ده دورها مهم جدا لأن هي مجلس وزراء جوا بيتها هي اللي بتدير بيتها هي وزيرة الاقتصاد وزيرة السياسة وزيرة التربية والتعليم وزيرة التنمية وزيرة كل حاجة فالمرأة دي عليها تربي أولادها تربية سليمة وتنهض بهم وتعلموا الانتماء إلى الوطن والانتماء لو الطفل خرق يعني نشأة في بيئة سليمة بين أسرة سليمة لا يوجد مشاكل بينهم وهدوء نفسي وقده للطفل الثقة في نفسه الطفل مش هيهاجر الطفل مش هيهرب من بيته الطفل مش هيبقى لص هيبتدي الطفل ينامي جواه أنه هو تديره الثقة في نفسه وتعرفه أنت وطني حب بلدك أنت هتطلع زابط أو دكتور أو مهندس أو مدرس أو محاسب أو أي إن كان وظيفة فأنت دي بتكون في خدمة بلدك وفي خدمة وطنك لأن أنت هتركه بلدك وهتديهم هي بث الروح الوطنية والانتماء للوطن خاصة لو قدرت أنها تعمل استقرار نفسي في بيتها فالاستقرار النفسي للطفل بينشأ عنده الأجياء القادمة أجياء عرفة بلدها عرفة حبها الوطنها حبها تدافع عنه إزاي تساند الشرطة إزاي تساند الجيش إزاي تكون لنا إيد واحدة ضد الإرهاب ضد أي حد يحاول تسول به نفسه أنه هو يحاول يدخل بلدنا أو ينشر إشاعات وشائعات ما لهاش أي وجود ويحاول يقول كلام مش موجود فالأم هي مدرسة وطنية تخرج أجيال وطنيين مواطنين مخلصين لبلدهم هي البذرة الأولى اللي بيخرج منها الطفل ويخرج منها إلى المدرسة فالأم أولا ثم التربية والتعليم ومن هنا تبدأ والثم التربية العالية للتعليم العالي ثم يبدأ المواطن المصري يبدأ من بدايته من بذرته الأولى هي الأم فالأم مدرسة إن أعدادتها أعدادتها شعبا طيب الإعراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر